انطلق في العاصمة السعودية الرياض اجتماع وزراء خارجية الدول العضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن بمشاركة بلادنا بوفد انت رأسه وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور معين عبد الملك وأعلن وزير الخارجية السعودي في بداية الاجتماع أنه سيتم الاعلان عن خطة ضخمة شاملة لدعم اليمن بمبلغ يتجاوز بليون دولار أمريكي أشار إلى أن ميليشيات الحوثية الانقلابية أطلقت أكثر من 91 صاروخا باليستي إيراني الصنع على أراضي المملكة العربية السعودية وأطلقت الميليشيات أكثر من 250 صاروخا باليستيا على القرى والمدن اليمنية وحمل وزير الخارجية السعودي ميليشيات الحوثية الإيرانية مسؤولياتها عن الدمار والخراب الذي أحدثته في مختلف المحافظات اليمنية من خلال قصفها العشوائي والذي طال البنى التحتية وتفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن مؤكدا أن الميليشيات ما تزال تنهب المساعدات الإغاثية والإنسانية وتعمل على عدم إيصالها إلى المحتاجين وقال الوزير الجبير نعمل على وضع آلية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية الدولية والأممية من أجل ضمان وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المحتاجين في مختلف المحافظات اليمنية دون استثناء